اكيد من يساهم مساحة جديدة رح نبقى في عالم الغذاء وعالم الرياضة ايضا رح نحكي عن مرضى القلب تحديدا كيف يكون يكون نظاما الغذائي الصحيح والسريم وبنفس الوقت يمارسوا رياضات معينة هاي الاسئلة اكيد رح يجاوبنا عنا دكتور جورج المعلم هو اكيد المدرب للرياضي اللي بيرافقنا دايما بجاوبنا على كتير من الاسئلة صباح الخير دكتور صباح خير سيد صباحك دكتور دكتور يمكن اكتر الاشخاص اللي بيكون عندهم حالة مرادية بيصير عندهم تساؤلات انه بصوم ما بصوم بقدر ما بقدر مين هنه مرضى القلب يلي ما بيقدروا انه يصوم هلا شي طبيعي يكون عندهم هاي التساؤلات خصوصا اللي بيصابين بامراض القلب والشرين والاخره بس اول شي انا نقطة بينهنين انا فين يأكد لهم انه هنهن بيخافوا انه يكون في جهد زائد على القلب او ضعف بعض القلب او او زيد من مشكلة الامراض القلبية اللي عندهم يا انا فين اكدنون انه لا بالعكس تماما لصيام بيلعب دور ايجابي وبينعكس على صحة القلب اكيد بس طبعا فيه شروط معينة لا بنا نحكي نحن بسياق الحديث راح اجابك على سؤالك اللي هو انا كنت تتاركه لاخر اخر معلومة بدي اقول للأشخاص اللي ما بيصيروا لسوم واصل اللي عندهم أمراض قلبية حادة اللي عندهم قصور أو ضعفة بعضلة القلب أو الأشخاص اللي متبعين عمليات جراحية جديدة ما صلوا شهر شهرين هذول شيء أكيد إنه لا بيمتنوا عن الصيام ولا بشكل للأشكال أبدا أبدا لأنه رح يكون في عامل خطورة كتير على ألبهم فإذا نحن اتفقنا بس نرجع لك حكي إجاوبتك على سؤالك يحكي إلا أشخاص اللي عندهم هاي التساؤلات أو اللي بيبقوا خايفين وحبين يصوموا هلأ رقم واحد أنا أخبرتك أنه بيقدروا يصوموا بدون أي مشكلة ما في عندهم أي مشكلة في شروط معينة هلا بدي يحكي منا ما في أي مضاعفات على صحتهم سواء اللي عند أشخاص بصابين مبرأة قلبية أو الوعائية بل على العكس تماما نحكيون في شيء كتير إيجابي على صحتهم ليش؟ نحن مثل ما بنعرف الصيام الشرط إذا تتبعناه بشكل صحيح حكينا يمكن باللقاء السابق وحكينا دائما بها المواضيع وغيري حكا ومنظلنا منحكي إذا تبعنا شروط النظام الصح بالغذاء الصحيح الأفطار الصحيح السعور الصحيح العادات الغذائية الصحيحة أنا أبأكدهم أنه هذا الشيء أول شيء رح يساعد على تنزيل الوزن ونحن مجرد ما عرفنا تنزيل الوزن أو سمعنا بزياء تنزيل الوزن فما نتد عامل فحا قلبي عامل إيجابي قولا واحد لأنه من الأسباب الكتير كبيرة عامل خطورة كتير كبيرة هو زياد الوزن بيساعد الصيام على خفض ضغط الدم وكنا بنعرف قديش ما هي وقم عملية ارتفاع ضغط الدم عملية صعبة عملية مشكلة بزات على الشرعين بيساعد على تنزيل استوى السكر بيساعد على خفض الدهوم بشكل عام والكوليستيرول يعني كل عوامل إيجابية جيدة جدا لما تنطير ضمن الوضع الطبيعي أو إذا نخفضك أي خفضت إن شاء الله نصدرجة على المقياس اللي بنقيسه فيه هذا رح يكون أكيد عامل إيجابي جيدة على صحة القلب فإذا ما نخف أبدا 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 هلأ كيف السؤال هون إنه كيف نحن أمراض القلب الأشخاص اللي يعانوا من أمراض القلب كيف بيفيدهم للصيام هلأ بيفيدهم للصيام أول شي بطريقتين أول طريقة أو أول سبب بيفيدهم فيه وهو مهم جدا هو نحن مثل ما بنعرف إنه في فترة للصيام هم ننقطع عن الطعام والشراب بأربعة عشر خمسة عشر ساعة أكتر شوية اللي شوية اللي هو هذا الشي يعطاني فرصة كتير كبيرة فترة كتير كبيرة إنه أنا ريحت الجهاز الهضمي وبالطمام نعرف نحن بالنهاية الأعضاء الداخلية متصلة ببعضها لبعض يعني مجوز إنه الجهاز الهضمي شو يدخلوا بالقلب لا أكيد دخلوا بشكل أو بآخر مباشر أو غير مباشر كلها العملية متصلة ببعضها لبعض رقم واحد ورقم الثاني الأهم نحن خففنا الجهد خففنا عبق على القلب ضخ دم الكافي للي بيوصله للمعدة نحن بنعرف حتى تم عمليات الهضم بشكل صحيح يكون فيه دمس بشكل صحيح هذا الدم نهم يجيني على المعدة بيجيه من القلب فأنا لما انقطعت عن الطعام الفترة خفها الضغط فمريض القلب هي بالنسبة لأله شغلة كتير عظيمة شغلة مهمة إنه هالقلب أعطيناه فترة من الراحة طبعا مو راحة عن التوقف عن العمل يعمل بشكل نائم بس ما عد فيه الجهد العالي لحتى يضخها هذا الدم قديش ما هو عامل إيجاب جدا قديش رحينحكس إيجابا على صحتنا على صحة القلب إذن دور مهمة كتير هو إنه أنا عملت أعطيت فترة راحة طبعا شرط دي أحكي بشروط دغري لأنه نحن هون 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 يصدقوني لأن نحن قضعنا عن الطعام تفقنا وريحنا الجهاز الهضم هالفترة وريحنا القلب عن ضخ الدم وكل هالتفاصيل شيء عظيم لعندهم بس ولكن نجيه وقت الأفطار هون بقى المصيبة هون الواقعة بتكون أنه لما نحن نبدو بقى نرجع نتناول طعام كميات كبيرة وتنوع كبيرة وتنوع وتنوع وتسمة وسكريات وحلويات والدهم وشبعة والواق بالعب نحن هنا زادت المصيبة أكتر يعني الإنسان الطبيعي العادي اللي ما بيشكي من أي مرض عضوي لما نقطع عن الطعام ورتاح لفترة يجي يتناول هالكميات ر droite عنده مشاكل كتير هضمية فبالتالي يعني نحن ما نقول نحن مريض القلب ما ينتهت الدنيا لما يعرف يتعامل مع مريض القلب بيعيش إنسان طبيعي جداً مية بالمية عشر وعشرين وثلاثين سنة بدون أي مشكلة بس ما من ننسى أنه أنا عندي أمراض قلبية طبعاً والأمراض القلبية متنوعة وفي مننا ناتج عن كوليسترول في مننا ناتج معظمة معظمة ناتج عن سوء نظام الرزائي برافو عليك المتراكل وطبعاً والسترس من خلالنا دائماً بأكد هلنطلت السرس يعني العامل النفسي اللي هلنطلت عنه احنا معنا سرس حمد الله بيكلنا بسوريا بيكلنا بسوريا معنا سرس أنا شخصياً ما عندي ما بعش بأخرين يا لك علي إن شاء الله يا رب ما بيكون لحد هذا السرس أو نحاول السرس موجود من الأبد إلى الأزل يعني بيه بس ممكن نتحكم فيه برافو نحن نتحكم فيه نحاول نخفف منه أو مثل ما ما يقول بالعامي ما نحملها زيادة تكر على الله أمور بخير أمور بخير إذن المهم اتفقنا أنه نحن ننتهي تبه على على أنه ما أطعنا عن الطعام جينا تناولنا هالكميات الضخمة من الطعام فأكيد رح تزيد المشكلة أكتر وأكترين لا دائماً أنا بنصح مريض القلب أول شي يأخذ وجبات على الأفطار صار وقت الأفطار يتناول وجبات خفيفة وموزعة بشكل ما تمتلئ المعدة يعني إحنا الهدف ما بنا نرجع نخلي هالقلب هذا اللي حكينا عنه من دقيق أنه عم يضخ دم الزيادة أو جهد الزيادة هي بيقوم فيه لا يضل عم يقوم بدوره بشكل طبيعي حتى ضمن المحدود وضمن المعقول إذن وجبات خفيفة وجبات موزعة معدل كل ساعتين ثلاثة وجبة صغيرة ما بدي حس بالامتلاء ما بدي حس تبع ما بنسمع أن إحنا التعبير ومصالح منقول دائماً رح يوقف قلبي مكتر ما أكلت نحن من أولى بس هذا الحكي حقيقي وممكن يصير وصاير وصاير عفكرة أشخاص الطبيعيين فما بالكونا اللي بيشكونوا أمراض قلب هلأ كم من الحديث معلش يكونوا طبعاً ما عرف وقت وقت أنا دايق بيبقون وعند هيك كم معلومة حلوة بدي حكي ما معنى وقت آه تمام عزيم عزيم أوكي هلأ في عندنا تأثيرين تأثيرات إيجابية تأثيرات سلبية للأشخاص اللي تبعوا الصيام طبعاً عم نحكي هنا أمراض القلب هلأ للأسف أول شي بدي أحكي هم فيه تأثيرات سلبية أكيد تأثيرات سلبية للصيام ممكن إيه على مريض القلب هلأ ممكن تداركة ما هي التأثيرات السلبية الكتير كبيرة أو الكتير خطرة كيف نحن نداركة هلأ أعرف شو هي التأثيرات التأثير الأول بكوزات عند مرضى القلب الكبار بالسن أنه بسبب انقطاع الشراب هلأ المستوى إلى الفترة الطويلة هم يصير نوع عنده من الجفاف هلأ المتداركة هي بكل بساطة أنه خلال فترة الأفطار والسحور هالفترة هذي الوقت هيدا حاول عد ما فيني عود بالسوائل والماء الماء فقط الماء حكينا بالسابق السوائل ما هي العصائر وصنعة وركبة ومسكرية الماء الماء فقط حاول عود خذ الإمكان وحاول تاني يوم فترة الصيام لقطاعنا أني ما ما أبزل جهد كتير كبير ما أبزل جهد عالي ما أبدي يتعرقه كتير ما أبدي يحس به عطش ما أبدي يحس بهذا الجفاف حلة كتير بسيطة ومأدورة عليه التأثير الثاني اللي هون بقال بده يدخل الطبيب قولاً واحداً يعني أساساً كنا الأحوال معلومة بين قوسين كنا الأحوال مريض القلب بده يستشير طبيبه أكيد ما مو من نفسه لا حتى يرجع يوزع له كمان الأدوية هذا يدي أحكي فيه هذا التأثير بدي أحكي فيه نحن مثل ما بنعرف مريض القلب له موعيد تجارعات الدوائية فيه شيء صواحي على الريق فيه شيء قبل الفتور فيه شيء بعد الغداء إلى آخرين اللي هو هون لما صار فيه انقطاع عن الطعام أوصار فترة سيام أكيد رح يصير فيه خلل بموعيد لأخذ الدواء هلأ ممكن الطبيب يقرر هذا الشيء مثلاً على سبيل المثال الدواء اللي بيعطيها كان على الريق ممكن يعطيها قبل وجبة الأفطار بعد بعد بعجر دائرة بساعة بيسمح ليتناول وجبة الأفطار ممكن بعض الوجبات اللي كان بعد الأدوية اللي بيأخذها بعد الغداء ممكن يأخذها بعد السحور هيدا بالنهاية طبيبه هو المسؤول بالأول وبالآخير الطبيب هو المسؤول عن هذا الموضوع مع مريض القلب مو من تلقاء نفسي ولا جاري ولا صديقي ولا تجاركي هو الطبيب اللي بيقول له ممكن تسوم أو ممنوع تماماً ممكن يمنعه ممكن يسمح له بعد ما ينظم له أدويته بس بالنهاية يعني هدول اللي بيعتبرون أنا تأثيرين نوعاً ما بيكونوا سلبيين هو مسألة الجفاف اللي حليناها نحن مقدور عليها وموعيد جرعات الدوائية هلا بدنا نجي عن موضوع الغداء شوي بشو لازم هو مريض القلب يركز بغداء وشغلات يعني بكل تأكيد هي إله بتكون كتير مفيدة بكل تأكيد بكل تأكيد دائماً نحن مريض القلب أو أي شخصة بيشكل من أمراض عضوية قلب شريت أو إلى آخر أنا دائماً بنصحه أكيد مفروغ منه الابتعاد عن الدهون قدر الإمكان وليس ألغاء بس تخفيف منه قدر الإمكان الابتعاد عن السكريات يعني الكربوهيدرات بكميات ضئيلة الابتعاد عن كل شيء مصنع كل شيء جاهز كل شيء وجبات سريعة كل شيء هيداً المسائل اللي تحتوي على كثير من الأملاح وكثير من التوابل وكثير من البهارات الإنسان العادي فما مالك مريض القلب ينصح أنه يلغيه يعتمد بغذاءه بشكل رئيسي على الخضروات والفواكه بشكل رئيسي أساسي لغناها ببيتامينات والمعادل والمضادات الأكسادة كمان حاكين كثير بالسابق هيداً كثير مسائل مهمة لصحته القلبية بشكل خاص يعتمد على البروتينات والبروتينات النقية يعني فضل أن البروتينات سواء كانت نباتية أو حيوانية بس يبتعد عن الدهون الموجودة بهذه البروتينات يعني نحن ما نتناول أي مصدر للحوم الحيوانية ألا بأكد لك يكون فيها الدهون لا السبب بهيك حالة دي ما أن نحن ننصح بصدر الجاج أو نسميه شيش أو هالمسائل هيدا لأنه بيبقى الدهون فيها نسبة كثير ضئيلة أو شبه معدومة مريض القلب يعتمد بشكل عام بغير فترة رمضان أو بغير رمضان يعتمد على هذه الغذاء يعني يعتمد بغذاءه بشكل كثير كبير دكتور كمان إذا بنا نقول غير الغذاء في الناحية الصحية البدنية كثير من الأشخاص حتى المصابين بأمراض القلب سواء الخطيرة أو حتى إذا بنا نقول البسيطة بيحبوا ما يقطعوا رياضة بأبدا حتى خلال شهر رمضان شو هي الرياضات المسموخ فيها بهذا الشهر؟ أكيد أنا دائما الرياضة هي عبارة عن علاج لأي مرض بالعالم أي كان يكون حتى مريض العامل عملية قلب مفتوح بيقدر يرجع على رياضته بهدوء بالتدريج طبعا بعد فترة بعد ميز سحل والطبيب الآن من الأهم للرياضات طبعا أكيد بهيك حالة بنصحوا برياضات البسيطة يعني علم أنه في كثير أشخاص بتعانع فكرة أمراض قلبه بتمارس رياضات الأوزان وبناء الأسام وبدون أي مشكلة هسدقوني بس هذا بيبقى من الأساس هو الرياضي من الأساس أما نحن بنحكي كعامي كأشخاص عاديين بنصعوا برياضات البسيطة الخفيفة وعلى رأسة دائما نحكي ومنحكي هي رياضة المشي بعض الحركات البسيطة ممكن دومنجين ممكن لصباحة بس أما ما بدنا نحن مجهود كبير مبرافو نكون مجهود كثير عالي ما بدنا ينقنصوا كثير من السوائل ما بدنا يصبح عنده أي مشكلة لحمل القلب فوق طاقته دائما نهتم بهذا المسألي بدأتوا على السباحة جدا مهمة جدا جدا أي رياضة حتى في أشخاص صار عندهم مشاكل كانوا بيسابع جوز لعب يكونوا تسلي لعب يكونوا تقدام لعب يكونوا تطائرة ممكن وقت الرياضة يكون بعض الفطور بالنسبة للمضان أكيد طبعا لأننا ما بدنا نعرضه لأي حرارة ما بدنا نعرضه لأي تعرق ما بدنا يصير عنده جفاف بسبب نقص السوائل زائد أننا أكيد بدنا شيء منه يكون هو تناوله وجباته وأخذ جرعات الدوائية جاهز تماما بصير أمك جاهز بس أنه بأكدنوا أنا بقدر يمارس رياضة بدون أي مشكلة بخبرك يعني سوري معلش لو حكيتها أنا بالمركز عندي أشخاص عمليين عمليات قلب مفتوح سابقا ويتمرنوا نظامي وعادي بدون أي مشكلة طبعا بيدي رأي معينة وباهتمام نوعا ما شوي زائل طيبا لأن في كتير ناس بتسأل طبق أنه بفتر نايا ترى قداش بدل أكله ينهض دائما دتنا لحتى نقدر نلعب رياضة بعد بساعة بعد بساعتين قبل سحور بساعة بساعتين هاي هي التنظيم كيف يكون أوكي أوكي مع أنه معروفة صارت هلا دائما وأبدا مو أقل من ساعتين ما نتناول حتى لو كانت واجبة صغيرة لأنه في أشخاص بقولك أنا ما أكلت كتير لنتناولت واجبة صغيرة تماما لأنه ممكن أنه يكونوا أكل واجبة صغيرة بقول يلا هلأ أكل تمر أكل ثمام بكي لعب رياضة أنه أنا مو محرز أكد شي بسيط لا لا أبدا أبدا لو كانت واجبة صغيرة أنا بنصح مو قبل ساعتين الأشخاص بشكل عام والأشخاص بلتعاني بعد المشاكل القلبية مو قبل ساعتين ناول واجبة كبيرة مع أنه نحنا نصحنا من شوي وحكينا أنه يمنع ما أنا عمباتنا نتناول واجبة كبيرة ودفعة واحدة بس فرضنا وصارت ونقل من ثلاث ساعات لتتم عملية الهضم بشكل صحيح مية بالمية لأن إحنا لما تكون معدتنا ممتلقى بالطعام عم يكون الدم تقريبا كله محصور بالمعدة لحتى تساعد بعملية الهضم فإذا مدت مؤقل من ساعتين حتى لو واجبة كانت كثير صغيرة برجع بأكد بين أوسين مريض القلب ضروري بشكل عام بالحياة العادية وبرل برمضان ده تكون واجبات وخفيفة وصغيرة وموزعة ما في مانا لو كل ساعتين أكل واجبة بس واجبة صغيرة جدا ما بدو يحس إنه معدتهم تلقيت ما بدنا نرجع نحكي إنه نحنا نرجع نحمل القلب فوق طاقته ليضخ دم زيادة للمعدي تمام تمام معي شويت سواني سوري الباب شوف الوقت بيمرأ بسرعة لا هو لا اليوم نحن حابين نجواب على كتير من الأسئلة سواء وش رسلت على صفحة تماما معناتها خلص أنا معكم معكم أوكي بس أنا دائما بحس هي ما بدي يروع شيء باللي بالي بدي أكيد فدال إذا انتبهتوا من شوية حكيت إنه في تأثير سلبي وحكينا شو هنين وكيف نتداركم بدي خبركم على التأثير الإيجابي صد تأثير إيجابي رائع كنا منعرف الحال النفسي قديش ما بتلعب دور بحياة الإنسان أنا برأي من تجارب شخصية يعني أو العلم شو بيقول الحال النفسي هي كل شيء معظم الأمراض سبب الأمراض العضوية وبشكل خاص بيقوسين القلبي هو يكون عامل نفسي صدقوني استرس المستمر الضغوط النفسي الظروف إلخ 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 المشاكل كتير ما فينا ننكرها يعني معظم الأحيان بيكون هو سببه هلأ نحن يريد يكون شهر رمضان ما وفد بس فقط متل ما يمكن بيتخيل بعض الأشخاص إنه هو بس نقطع عن الطعام إنه ما فيه أكل لا هي المسألة الأكيد الموضوع أوسع من هيك وأعمق من هيك وأكبر من هيك نحن متل ما بنعرف شهر رمضان هو شهر عبادات شهر روحانيات طقوس معينة اجتماعات معينة صلوات معينة إلى آخره هيدا كله نحن مجرد ما حكي عدينا هل المصطلحات هدول معناتها فيني حطهم تحت بند أو عنوان طاقة إيجابية لما نحن نحكي السلام المحبة الهدوء الطمأنينة العلاقة مع الله كلها بالنهاية طاقة إيجابية ولما قال طاقة إيجابية أكيد رح تنعكس بشكل أو بآخر على الحالة النفسية عند الإنسان ألاحظ بحالك لما تكوني مرتاحة سمعتي خبر حلو أعادة مع ناس حلوين عم تحكووا موضوع مهمة لا شوالي في حالك يرتحني إذا كان عندك سريس خف إذا كان عندك ضغوط نوعا ما خفت ترجع بعد وشوي بصليهم بالفترة المعينة نوعا ما خد قصتنا الراحة نحن مهم فلما نعكس على حالتنا النفسية قولا واحدا بدي أسر تأثير إيجابي الأبراض العضوية بشكل أسر الأبراض القلبية فمعظم الحالات ممكن يكون ما رأي لك علاج إني أنا أضحك ومبسط بس أما سدقوني الضحو ويكون الراحة النفسية والابتسامة طبعا إنه تأثير يطول العمر يسدقوني مو مجرد حقي فعلا بيطول العمر أكيد لأنه ريحني أعطاء خفافتي كتير هذا الستريس فقدش منعكس على أشخاص هدول اللي بيعانوا الأمراض القلبية كبار السلم ما عم اجتمعوا فترة الصلاة أو فترة الأفطار كتا لمت العيلة بقعت نوعها من ستكينة أي هلأ ياريت طبعا اللموا بدون ما إنه يتناقشوا يتخانقوا يصير الليل لأسف هيك لما هات العيلة صيرة عنها بس أما لا تكون بشكل إيجابي شوية هدوء شوية راحة شوية سلام نرجع نحب بعض شوية نرجع نساعد بعض شوية نرجع نحس ببعض نرجع نرحم بعض هذا راح يكون كتير له تأثير على الأشخاص بيعانوا مراض القلب وخبرتكم قبل كمان طبعا في حالات معينة يمنع الصيام فيه ولا بشكل من الأشكال للي عندهم قصور ضعف كتير كبير بعض قلب عاملين عمليات جراحية جديدة لأ كي تدل من نهاية كله ومريد يمكن هو بيعرف وضعه بيعرف إذا هو آدر أو مآدر ولازم أنه فعلا مثل ما ذكرت حضرتك راجع طبيبه لحتى يقدر الحالة هو بيقدر له الحالة وبيقدر له الغذاء ترى وبيقدر له الجرعات العلاجية منطقة نحن عنا هي المشكلة على فكرنا نحن ممكن ناخد دواء من عنا أو نخفف أو نزود أو نفلان استفاد على الدواء أخذ منه لا هو هي بالأمراض القلبية ما في لعب أفدل أحد ما أدس صدقيني ولا بأي أمراض صحيح هي حالة سلبية عنا أنه الأدوية تتداول عن طريق الصيدلاني والطريق الصديق وطريق أنا مثلا عب أحكي لك قصة أقول لك أنا أخذت دور تحت بلا أعطيني اسمه ثوري لي أعطيني يعني فعلا صايرة لممكن أنتما تفضلتي بحالات بسيطة كتير يعني أنا عم يجعني رأسي وصفت لك حبت وجع رأسي نوعا ما نوعا ما مع أنه ما بحبز بس نوعا ما أمراض عم نحكي نحن عن أمراض أمراض خطورة وأحيان حالات قاتلة لليش أخبركم معلومة السبب الأول للوفاة بالعالم هي الأمراض القلبية آلاف الأشخاص للأسف طبعا بيتوفوا بالعالم حول العالم سبب أمراض القلبية والشرايين بس أما نحن معلومة صغيرين ما يخافش مريض القلب ما يفكر أنه إذا هو صار معه مرض قلب أو صار معه معناته خلص بدي العدد تنازل لحياته أبدا 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 أشخاص كثيرة من عرفة صلى عشرين سنة وثلاثين سنة ويمكن أكتر متعايشة مع مرضه بدون عيام مش تبشر في شروط يوفر تنظيم دوائي ما يطعه استشارة الطبيب دائما والغزاء رقم واحد واثنين وثلاثة يمكن الغزاء طبعا أكيد يعني كل الشكر إلك دكتور حاولنا قدر الإمكان نجعب على كتير من الأسئلة والاستفسارات ونرجع من أول دائما الصحة والسلامة للجميع شكرا إلك شكرا كتير لإله